نرد أن نتكلم عن ذلك بإبداعات المصرية القديمة نحن عارفين أن كل حاجة في مصر القديمة كانت تزهر عن طبيب الموقع المتميز والملايخ ومهر النيل وده اللي أدى إلى الضغار الكتابة الكتابة في مصر القديمة مرت بعدة مراحل منها الكتابة الهيروسيسية والدين الموسيقية والكبتية والهيراتي كله أول مرحلة الكتابة الهيروسيسية الكتابة الهيروسيسية بتبين لنا أن المصر القديم تأثر بكل ما يحبه في مظاهر طبعية البيئة وده ظهر في أنه استخدم بعض الرسومات والإشارات منها النماتات والحيوانات والطير والإنسان وعمل منها حروف تخدمها في الكتابة الهيروسيسية يبقى الكتابة الهيروسيسية هي عبارة عن إشارات تمثل ما في الطبيعة من إنسان ونابات وحاوان وطير الكتابة الهيروسيسية هي كلمة يلمينة تعني الخط المقدس لأنها تخدمت في النقش على قدران النعابة والمقابر وتسجيل نسوسة دينة الكتابة الهيروسيسية ينخط الرسم من الدولة وتكتب من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى ومن اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين الكتابة الهيروسيسية الكتابة الهيروسيسية عرفت بخط رجال الدين أن كانوا يستخدمونها في الكتابة على أوراق البردي وطبعا تسجلت بها معظم هداب المصريين الكلمين الكتابة الديمونسيقية الكتابة الديمونسيقية دي وفت بخط الشعب يعني عمّة الشعب اللي هو إحنا كانوا يستخدمونها زمان عشان يعملوا بيها ويكتبوا في جميع نواحي الحياة العامة الكتابة الكبتية تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل الكتابة في اللغة المصرية القديمة كانت مأخوص بعض من الكتابة الكبتية من الكتابة الديمونسيقية بعد ما تكلمنا عن أنواع الكتابات في مصر القديمة بالوقت هنتكلم عن أدوات الكتابة اللي كانوا يستخدمونها عشان يكتبوا أول حاجة عشان يكتبوا محتاجين ورق الورق فنعون من نباتة البردي وكان شكله عامل كده وطبعا تاني أهم عنصر هو الأقلان الأقلان فنعوها من البوس وكانوا يستخدمون حبر أسوط أو حبر أحمر وكده خلصنا الكتابة في مصر فرامي ثاني القديم فرق المصريين تدارهم داخلهم من الأداب شاهد على إبداعتهم ويضل على كده أن هم سألنا ألواية عديدة من الأداب منها الأدب الديني والأدب القصصي والأدب التهذيبي والأدب المذيحي أول حاجة الأدب الديني الأدب الديني الأدب الديني هو الأدب اللذي الدنيا والحياة بعد الموت يعني كل حاجتين كانوا فيها كانوا عن البحث وخلول الحياة بعد الموت وهي أنوايا حديدة أو من أمثلة نصوص الأهرام نصوص الأهرام هي عبارة عن نصوص دينية كانت بتسجل على بدران بعض من الأهرامات فبيترى إيه الهدف منهم يعملوا نصوص الأهرامات لأن الموت القديم كانت بيعمل أي حاجة في اللي ما يكون لها الأهدف كانت عوناً للميت في الحياة الأخرى لأن نصوص الأهرامات لا تثمنها أو سبب كتابتها لتكون عوناً للميت في الحياة الأخرى كتاب النوتة كتاب النوتة كتاب النوتة بيع عبارة عن كتابات دينية دونت على أوراق البردي يعني يجيبوا نباتة برضي ويكتبوا عليه بعض الكتابات وبتوضع محل منت في المغبرة بتاعته علشان تشميد وتساعدك في الكتاب يعني كل الأذب الديني بيتكلم عن الدافذ والسلوط تكون الليد تشميد ويجيبتوا في القناة من الصوبة ينشدان الأوق والسلوط منها تحية الإله أتون زي ما خنا في الترمي الأول الذي كان يرمزه بكرس الشمس الأساطير الدينية هي قصص خيالية أحداثها غير وقعية والهدف منها هو العبرة والعظم مثل أسطورة هي أسطورة معروفة مشهورة جدا أسطورة جيس وريس اللي هي بتباين من الظلم أبي يستمرش ولازم الحق هينتصر على السر والبطل جتارة إيه هي أسطورة إجيس وريس تخير المرسيون الكلماء إن الأرض والسماء ذقعا وأمثا تزوجت وأنجبت البنين إثنين هما أزريس وست ومن الأبنين هم إجيس ونفتي وقد تزوج أزريس وأخته إجيس وتزوج جد ست أخته ونفتي تولى أزريس حكم الأرض قدم للناس من الصالحات مما جاء لمسلاً للخير وعلم للناس الزر لكن ست تخوض من أخو أزريس وعمل خطة يقتل فيها أخي حيث أقام حفلاً كبيراً دع إلي أزريس ثم أخبر شد تيوفه إن أعد لهم فجأة وهي تابوت ذهب هدية من الزهب يكون من نصيب من يأتي من تغبقاً لمكبسه وقد تعاقبت تيوف الاتجاع في التابوت حتى جاء دوت أزريس الذي أعدت له التابوت خصيصاً وأخذه في التابوت فبادر سبته وإتباعه بإحكام الغنطقة على التابوت وبداخله أزريس ثم حمله أرطوف النيج ظلت أزريس تبحث عن زوجها إلى أن هداها الله إلى المدينة التي وجدت بها التابوت وظلت هناك إلى أن نجحت في الهروب بجثة زوجها وعادت إلى مصر وفي مصر أخذت إزيزة الجثة في مكان في قبلتة وأخذت تبكي وتدعو الله أن يرد لها الحياة لزوجه أزريس فاستجاه والله وانطلقت إزيزة صيحات الفرح فسمعها سيد الذي صادف أنه كان يفتغط في مكان قريب منهما فما يكاد أن يسمع الصوت ثم انتجه بطلع نحوهما فوجد أخاه حيا فيسور ويمزت جثة أزريس ويلطي بكل جزء منها في أقاليم مرش فنجبت أزريس ابنها حورث بعد أن حملت من بروح أبيه وأخفته في الدلتة حتى يكبر وتمكن من أن ينصقم لأبيه من ست ثاني نوع الأدب الكثسي الأدب الكثسي يقدم الكثس بقرد تكديم عبرة أو موهزة حسنة طبع المصريين في كتابة الكثة التي تعكس بعض القضايا السياسية والاجتماعية التي كان يعيشها المصري القديم كان فيه منها حقيقة زي كثة سنوشي وهذه كثة حقيقية كان فيه منها أخرافة زي كثة البحار الغريق ثالث نوع كان الأدب التهذيبي تهذيبي يعني يهذب حد أو بيدي مصريح على حد يعني كان الحكماء أو الفرعون بيديها الأحد الشخصية أو البارزة على شاء أو ترميزه أو ابنه اللي هيهذي في العرش بعده علشان يجيب بعض الشكم والنصائح والسلوك والتربية والأخراف علشان يطلع الاجتماع مهزة في هنده رشادات ونصائح والسلوك من أمثلته كان تعاليم الحكيم بتاع حدود وأيضا من أمثلتها تعاليم الحكيم الإنج وأخيرا الأدب المزيحي الأدب المزيحي بيمجد أعمال الفرعون وبيقول فضله على الشعب من أمثلته ما يجاء الفيتا مجيد الملك من الفرقة الثالث نأخذ بعض الأسير بما تفسلت استفاد المسر القديم من البيئة المحيطة به في الكتابة الهيلوغليفية لو فكرين معي الأول الدرس ان احنا قلنا ان المسر القديم تأثر بكل ما يحبه من مظاهرة طبيعية ولما وردكوا الصورة كان فيها بعض النباتات وحيوانات وتيور يبقى أن نقول أن المسر القديم تأثر يضيء المحيط به من إنسان ونبات وحيوان وثيور واستخدمها قرموز في الكتابة الهيلوغليفية السؤال الثاني بيقوب لما تفسر تسمية الكتابة الهيلوغليفية بالخط المقدس برضو لو انتفكرين في أول الدرس لما قلت لكم لأنها استخدمت في النقش على الجدران المعابض والمقابل وتسجيل النصوص الدينية يعني حاجات متعلقة بالدين عشان كده سميت بالخط المقدس شكرا لكم كده آخر الدرس وأرجو من الله أن تكونوا فهمتوا الدرس هذا شكرا لكم اشتركوا في القناة